على الرغم من أن الأمور تتحسن بين ديلان وباران إلا أن أزاد يواصل تعكير المياه بعدما حدث لأزاد جهان والجرح الخنجر الذي تلقاه باران وصلت كراهيته لديلان إلى ذروتها يريد التخلص من هذه الفتاة الملعونة في أسرع وقت ممكن وأحلال السلام في القصر إلا أن باران أوضح أنه سيكون ضد ذلك بأفعاله وأفعاله فماذا ينتظرنا في الحلقة القادمة؟ ماذا سيكون مصير ديلان تماما مثل الملاكي على الرغم من أن آزاد تريد الجرأة وإلقاء اللوم على ديلان إلا أن باران دائما ضدها ما لا يفهمه أزاد هو سبب وقوف باران إلى جانب هذه الفتاة رغم كل هذه الأحداث السيئة يبدو الأمر كما لو أن ديلان ألقى تعويذة وربط باران بنفسه في الواقع أزادي ليس مخطيئا في هذا الفكر نعم ديلان فتنت باران لكن هذه التعويذة مختلفة تماما عن أفكار أزاد فتنت ديلان باران بجمالها وقلبها النقي ومظهرها لقد وقعت في حب باران ديلان منذ اليوم الذي التقت فيه لأول مرة وعلى الرغم من أنه لا يستطيع حتى الآن تسمية هذا الشعور الغريب الذي ينتابه في كل مرة يراها إلا أنه سيواجه مشاعره قريبا ديلان وباران يقتربان في واقع الأمر الكون يفضل الازدواجية حتى الحوادث الجميلة بين ديلان وباران تقرب بينهما الأيدي تلمس بعضها البعض فجأة تلتقي العيون ببطء الحب على الزوجين بكل الطرق وفي كل لحظة وبطبيعة الحال هذا الوضع يزعج بعض الناس في القصر وخاصة ديريا مجنونة وبطبيعة الحال فإن حسن الذي يريد أن يستمر هذا الصراع الدموي منزعج أيضا مما حدث يبدو أن المخرج الوحيد للأشرار هو أزادو سيحاول الأشرار حل هذه المشكلة باستخدام كراهية أزاد لديلان ولكن بغض النظر عما يفعلونه فلن يتمكنوا من منع حب ديلان وباران لأن قوة هذا الحب الخيالي بين الاثنين عظيمة جدا وسوف تنمو وتكبر كل يوم عندما بدأت الأمور تتحسن بين ديلان وباران علم أزاد السر في القصر هذا السر كما خمنت هو جرح الخنجر الذي تركه ديلان على باران ديلان في وضع صعب لقد ذكرنا في ملخصاتنا السابقة أن أزاد سيعرف الحقيقة في واقع الأمر حدث ذلك لقد علم من المسؤول عن الخنجر العالقي في صدر أزاد باران هذه الحقيقة دفعت أزاد إلى الجنون لأن ديلان يمثل مشكلة كاملة لأزاد منذ وصوله كان الدم والألم مستمرين في القصر تماما مثل اسم المسلسل ديلان هي زهرة الدم فإلى جانب جماله فهو يحتوي أيضا على الألم على الرغم من أن باران يحاول الوقوف ضد أزاد إلا أنه من الصعب جدا تحقيق ذلك أزاد كالرصاصة التي تخرج من البرميل والاتجاه الذي ستذهب إليه هو قلب ديلان سيتم طرد ديلان بالنظر إلى كل هذا يمكننا بسهولة أن نخمن أن أزاد سيرغب في إيذاء ديلان ديلان من ناحية أخرى يشعر بأسف شديد يعتقد أن باران خان كل نواياه الطيبة ولهذا السبب يواجه التشاؤم لكن الأمور لن تستمر على هذا النحو سيتحمل باران المسئولية مرة أخرى وسوف يفعل كل ما في وسعه لحل المشاكل سيحاول أولا حل المشاكل مع أزاد إذن سوف يرغب في ترسيخ مكانة ديلان في هذا القصر مرة أخرى على الرغم من كل هذا يجب أن يحدث شيء ما لكي يكتسب ديلان الثقة بالنفس وتخميننا هنا هو أن ديلان سيوضح قضية جهانة التي أصبحت يلفها الغموض إذا تمكن ديلان من تحقيق ذلك فسوف يستعيد سمعته في القصر وسيواجه الأشرار وقتا عصيبا قلنا أن الأمور ستتحسن كل يوم بين ديلان وباران ورغم أن الثنائية يتحرك في هذا الاتجاه إلا أن شكوك باران لا تزال مستمرة من ناحية أخرى أزاد لا حول له ولا قوة في مواجهة موقف جهان ويبدو أن هذا الغضب الذي يتزايد يوما بعد يوم داخل أزاد سينفجر خلال وقت قصير إذن ما الذي ينتظر ديلان وباران ماذا سيحدث في الحلقة القادمة أزاد أصيب بالجنون ولا تزال إعاقة أبنها تشكل صدمة كبيرة لأزاد كل يوم يواجه جهان صعوبة في التحرك بشكل مريح نهيك عن اتخاذ خطوة أزاد غاضبة جدا لأن ابنها عانى من نفس المصير الذي عانى منه زوجها ويرى أن ديلان الذي كان يسبب المشاكل منذ يوم دخوله حياتهم هو المسؤول عن هذا الوضع برمته وسوف يتحول إلى خطر كبير على أزاد ديلان في الحلقات القادمة بسبب الخطط الموضوعة لديلان قد تعاني ابنتك من نفس مصير جهان العبء الأهم هنا يقع على عاتق باران كما هو الحال دائما خطة ديلان من ناحية أخرى لا يزال باران يعاني من مشاكل الثقة بالإضافة إلى كل هذه المسؤولية نعم لقد أعاد ديلان باران إلى الحياة بأفعاله لكن أثر الخنجر المغروس في القلب لا يزال موجودا سيتخذ ديلان الإجراءات اللازمة لمحوي هذا الأثر سوف يشك باران في هذا الموقف سوف يعتقد أن ديلان يضع خططا سيئة لكن صدمة كبيرة ستنتظر باران عندما تنكشف الحقائق سير باران أن ديلان يفكر فيه ستتحول أفكار باران السيئة هذه إلى ندم كبير عندما يواجه جهود فتاة طيبة القلب سيقوم ديلان بتنظيف هذه البقعة السيئة التي تركته عليه وبعد هذا الموقف سيزداد الحب والتقارب بين الاثنين أكثر من أي وقت مضى إن الزواج الصعب بين الزوجين الذين يقتربان من بعضهم البعض خطوة بخطوة سيصبح حقيقة ديلان سامح نفسه تستمر الإثارة بأقصى سرعة في سلسلة زهور الدم تسبب اختفاء ديلان وباران واللجوء إلى منزل في الغابة في لحظات مقلقة للغاية مرض باران وكان معرضا لخطر الموت لأنه فقد الكثير من الدم ومع ذلك مثل الجنية السحرية حول ديلان هذا الكوخ المهجور إلى منزل دافئ وبشفاء باران كان قد سامح نفسه في وقت ما إذن إلى أي نقطة ستجلب كل هذه الأحداث الزوجين ماذا ينتظر ثنائين في الحلقة القادمة؟ لقد فاز بقلب باران تعلمون جميعا المثال القائل بأن أنثى الطائر هي التي تصنع العشة حقق ديلان ذلك من خلال تحويل كوخ منعزل إلى منزل دافئ لقد أثبتت مرة أخرى أنها زوجة مثالية لباران علاوة على ذلك فإن حالة العزلة هذه أعطت للزوجين الفرصة لمواجهة الأحداث